الذي حكم فأحكم وحلل وحرم أحمده على ما عرف وعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الآمانة ونسح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أقسم بالله أحلف بالله والله وبالله وتلاه والذي نفسي بيده هذه جملة من صيغ اليمين التي تجري على ألسنة الناس حين إرادة اليمين وتأكيد الأمور أيها المسلمون وجه مخصوص واليمين مشروعة فقد أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه ققوله تعالى فورب السماء والأرض الحق لصاحبه وذلك حينما يتوقف إثبات الحق على اليمين وتكون اليمين محرما إذا كانت على فعل محرمين أو ترك واجبين مثل لو حلف رجل على ترك الصلاة أو شرب خمر وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب وكذلك تكون مكروها إذا توقف عليها فعل مكروه أيها الإخوة الفضلاء وما كون اليمين مشروعة إلا أن الأفضل للمسلم أن لا يكثر منها لأنه ربما يعجز عن الوفاء بما حلف عليه يقول تعالى واحفظوا أيمانكم أي قللوها ولا تكثروا منها والمقصود لا تكثروا من الأيمان الصادقة فضلا عن الأيمان الكاذبة وهو وجه في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وإذا حلفتم فلا تنسوا ما حلفتم عليه ولا تحنصوا فيه إلا لضرورة عارضة أو مصلهة راجحة ومن الأحوال المؤسفة أن نجد بعض الناس قد لانت ألسنتهم بكثرة الأيمان من غير حاجة فصاروا لا يستطيعون عدما يحلفون من الأيمان كل يوم فهم يسرفون في القسم في أمور الله تعتاج إلى قسم في بيوتهم وأماكن أعمالهم ومجالسهم مع غيرهم وتعظيم الله وتقديسه يقتضي التقليل من ذلك قال تعالى ولا تطيع كل حلاف مهين أيها المسلمون إن على المسلم إذا أراد أن يحلف أن لا يحلف إلا بالله تعالى وحده ولا يحلف بغيره فيحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته تعالى مثل وعزة الله وقدرة الله والذي رفع السماء بلا عمد ونحو ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وعلى هذا لا يحل للمرء أن يحلف بغير الله تعالى وإنما يحلف المخلوق بالخالق ولا يحلف بشيء من الخلائق من الملائكة أو الأنبياء والصالحين والأولياء جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبين وهو يحلف بأبي فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقال كفر أو أشرك ولا ريب أن الحالف بغير الله على كل حال آثم وليس هناك كفارة على اليمين بغير الله في حال حنث عند أكثر العلماء لأنها لن تنعقد يمينا شرعيا وذهب بعضهم إلى الكفارة ولكن عليه أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقول لا إله إلا الله عباد الله إن اليمين التي تجري على ألسنة الناس ليست نوعا واحدا بل هي ثلاثة عنواء فإما أن تكون يمينا غموسا وإما أن تكون لغو يمين وإما أن تكون يمينا معقودة فأما اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة عمدا فهذا يعثم صاحبها إثما عظيما لأنها استهانة واستخفاف بالله تعالى فمن ارتكبها فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويستغفر الله من هذا الذنب العظيم ولا كفارة لهذه اليمين الفاجرة عند الجمهور لأن الذي أتى به حالفها أعظم من أن تمحوه الكفارة قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعود من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين القموس وعما النوع الثاني فهو يمين اللغ ومنعها أن يحلف الإنسان على شيء في الماضي أو الحال أنه كذا فيتبين الأمر بخلاف ذلك ومن صورها ما يجري على النسان من القسم من غير قصد فهذه لا إثم فيها ولا كفارة بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله من لغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم والله غفور حليم وعما النوع الثالث فهو اليمين المنعقلة وهي اليمين على أمر المستقبل أن يفعل أو يتره فهذه اليمين واجبة الوفاء إذا كان الحالف على فعل أمر واجب أو على ترك شيء محرم فإذا حنث الحالف في هذه اليمين بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة ومن عقد يمينا ثم رأى أن فعل أو ترك ما حلف عليه أفضل فإنه يفعل ما رآه أفضل ويكفر عن يمينه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفاني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ونسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم بسم الله والحمد لله والسلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصاحبه ومن وعلى أما بعد أيها المسلمون هناك مسائل مهمة تتعلق باليمين ينبغي أن نعرفها فمن تلك المسائل أولا يستحسن في اليمين المناقدة أن يقول الحالف إن شاء الله عقب يمينه مباشرة حتى لا تنزمه اليمين ولا تجب عليه الكفارة إذا حنث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ثانيا يستحب للمسلم أن يبر يمين أخيه المقسم إذا لم يكن في إبراره معصية لله أو ضرر على نفسه فلو قال لك أخوك المسلم والله إنك لتفعلن كذا وليس عليك ضرر في ذلك فإنه يستحب لك أن توافقه لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع ونهاء سبع ومما أمر به إبرار القسم ثالثا من حلف على فعل شيء أو تركه فحنث في يمينه مكرها أو ناسيا أو نائما أو فاقدا للوعي فليس عليه كفارة لأنه لا تكليف في تلك الأحوال قال تعالى ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطعنا إن ماذا نسى صورة رو أتكيجي أشير عندي الله سبحانه وتعالى يا شرعن تامنعي الرنسوا إدم بكات الرنسوا أنتتش الله سبحانه وتعالى يا رنسوا دينا أشكلين تافن سميه ساركي حقا نمزا الله صلى الله عليه وسلم يهي رنسواء مناسبات مختلفة وأنك ينونا منحلت جنين رنسواء يجوز في الإسلام شرعا متن يرنس إلى الله سبحانه وتعالى إذن بكاتر هكتاتش حسليما أقولوك جندا رنسواء كي زما واجبي أكنك دولة لكي رنسواء وأن إذن يكسنك بايند زائي كتبتب دون حكيناك كي رنسواء كي رنسواء كي رنسواء اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر